طيب بسرعة أقول لكم مرة أخرى احنا بنعمل النهاردة تشكيلتين من محمد جميل ومحمد خليفة عن الأفضل في الدولة حتى هذه الفترة بعيدة عن الأهل والزمالك وبرامت خلصنا حرص المرمى والدفاع والوسط والآن نبدأ في الهجوم ونبدأ من عند خليفة المرات نعم احنا انا حطت اتنين تحت مهاجم واحد نبدأ في الاتنين صديق وجولة ويسري وحيد نبدأ بابن بلدنا يسري وحيد صديق وجولة نبدأ بيسري وحيد يسري وحيد معار لأنه هو معار من الترسانة للجيش فالعيب أول سنة دوري ممتاز ورغم كده ساهم في ثلاث أهداف لطلاع الجيش كانوا مهمين جدا منهم هدف هو سجله أول أهداف طلاع الجيش في الدوري وتعالا شوف بقى يا كريم هو خدها منين هو هنا بيبدأ الهجمة وحيطلع يكملها يجيبها بدماغه دي حاجة تمايز جدا 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 فكرة ان انت تيجي من كل ده هو اللي بتحرك وراء ده ناحية اليمين ناحية اليمين هيكمل وأحرصها بدماغه فاحنا نتكلم هنا على وعي انه هيبقى ازاي احنا فاكرة ما كانت مصفى شهالة بفكرة انت تبقى مهاجم تاني هنا دي صناعة الهدف التاني في سيراميكا برضو ده الهدف قصدي الوحيد ليهم في سيراميكا تقل على الكرة حاول فيها رفحها بشكل كويس فشفنا منه ان هو دخل المنطقة وسجد دي هنا تمريرة بص هنا هو اللي بيحرك شيك هو اللي بيشاوله يتحرك ازاي يعني هو اللي بيحركه دي شخصية الحتة التانية يعني شفنا منه التمرير وشفنا منه التكملة تعالى المريكي التزديد يعني فيه اربع حاجات في الثلاث اهداف اللي هو اربع مهارات مختلفة كمان كمل يمكن محتاج اعتقد بس فكرة الواجب الدفاعي والقوة في اداء الواجب الدفاعي دي تزديدة قوية جدا اسهمت في الجون اللي جابه شيكا وتقدمت به الجيش فهو الراجل سجل في اول لقاء صنع في سيراميكا صنع هدفين في الاسماعيلي مساهم في اربع اهداف من اهداف طلاع الجيش لبصمة كبيرة على طلاع الجيش راه ان احنا بنتكلم زي ما قلنا اول سنة ممتاز وجاي من الترسانة واعتقد البند اللي موجود في عقده مع طلاع الجيش اللي هو بند تحويل الاعارة لشراء ده حيتفعل بنسبة مليون مية والجيش ممكن يكسب فيه كمان هطلوا منك طلب هتقولي الاثنين العيبة اللي فضل لناك واروح لجيمي بقى خلص مع الترسانة طب انا هقول واحد وجيمي هيكمل الباقي حيل انا هجيب صديق اجولة ماشي الراجل اللي عندي اللي هو اللي هنتكلم عليهم جتاني صديق اجولة جاي من سموحة عمل اداة كويس جدا في الدوري والسنة دي بقى متبرو زقطة لان السيراميكا بتلعب كرة اجمل بكتير كمان من اللي كانت موجود صديق اجولة عنده برضو حاجات كتير جدا التمرير فيه مميز جدا هو ينقصه الحتة اللي شفناها في يسر وحيدا بدخل دخل بدماغه هو دايما بعيده بيحب يخش هوبه الكرة ولكن بيتحرق بشكل كويس جدا ممرر جايد جدا مراوغ ومسدد جايد جدا يعني صديق اجولة من الناس اللي بتشوت دايما بشكل كويس جدا والمروغة عنده الحركة بالكرة دي تمريرة من رجله جميلة جدا للقندوسي على فكرة هو عامل جابها دايما هو بيروح يتحرك ويبقى مع القندوسي بشكل كويس جدا تعال وريك دايما هنا هو متحرك بص بالكرة دي من الباصات اللي عاملها طبعا الهدف هو محسوب له أسست بس هيها طبعا الكريديت أكبر للقندوسي ولكن الباص بوش الرجل جميل جدا تعال وريك بقى الجون اللي جابه القندوسي في براميدز هو تنواجد ازاي بص هو هنا بيكمل بيكمل بشكل كويس جدا عارف انت النازل للكورة بتبقى لازق في رجلهم يا كريم وبتطلعش من رجلهم بسهولة جدا ليه لقطات كتير جدا أغلبها مروغات وتزديدات المهاجم اللي أنا اخترته بقى كان حسام أشرف بس جمال اتكلم علي بشكل كبير جدا فحسيبه بقى الجمال عشان يتكلم فيها حلوة يا جيمي معاك تلات لعيبة صحي كده معاك دي او نفس معاك اربعة دقيقة اول لعيب واكتر لعيب لفت انتباه مفجأة بالنسبة لي ومفجأة الدوري المصري الموسم الحالي لعيب صغير السن كبير الامكانيات في فور حكيم لعيب نيجيري بيلعب في بلدية المحلة بيعمل كل حاجة بيلعب جناح بيلعب بلاي ميكرو بيعمل كل حاجة واخد الحرية تماما من نحل عبد الرؤوف نعرض الجراف بتاعه والفيديو فيه سوائنه حد نتكلم عليه بص عينك تحب تشوفها كريم لعيب ممتاز وانا على يقين تام ان الستاذ بصطفة الشامي هيكسب في كتير يعني يقين ان هو عنده عروض من دلوقتي بالمناسبة وخليني اقولك ان هما عندهم عرضين سواء من زد او من فيوتشر في التوقيت الحالي كبار لنادي بلدية المحلة لكن المعلومة اللي عندي بشكل يقيني من البلدية ان هما مش عايزين بيعوا اي حد في الشتاء عايز عايز يضمن بقاء ويضمن هما شين بشكل ممتاز مع أحمد عبرهوف واحد من نجوم الفرقة لعيب عنده عشرين سنة لم يتم معامه العشرين بالمناسبة وعنده ساعتاشر وشوية جاب هدف وصنع اربع اهداف كريم لعيب ممتاز مراوغ بيجي سواء من مركز الجناح اليمين او من مركز البلايميكر دايما مشكلة لأي حد بيحاول بصة كريم الكنترول على الكور رغم معامه دافع صعب جدا خاد ركل الجزاء كورة اللي بعدها تلاقي بياخد ركل الجزاء كورة اللي بعدها تلاقي بيصنع مراوغ ممتاز واحد على واحد مشكلة وازمة لأي حد بيحاول يرقبه لعيب ممتاز ومفاجئة الدور الممتاز بالنسبة لي واكتر اللاعبين اللي خادوا عيني في مركز الجناح او صنع اللعب الموسم الحالي فيه الخمس ستة اسابيع اللي لعبناهم بصة كريم الراجل طالع هنا من العمق بص ممتاز لحسام اشرف اللاعب التاني بقى اللي اتكلم عليه دلوقتي حسام اشرف اللي اكتر ناس سعداء بتواهج مصطفى اشرف هما جماهير نادي الزمالك لانه معار ودائما بص بص هتلاقي فيه صنعية دائما ما بين عشان الناس هتلاقي اهداف مشتركة كتير ما بين فيفور حكيم وما بين حسام اشرف تات اهداف صناعة فيفور حكيم لحسام اشرف الموسم الحالي من الاربعة اللي صناعهم حسام اشرف كريم لعب منتخاب للولمبي اخيرا رجع تاني المنتخب الولمبي كان موجود في منتخب الشباب وقت الكابتن رابا عسين جماهير نادي الزمالك اكيد سعداء جدا اشكري ايضا تلك بص هتلاقي هدف مشتركة كتير ما بين فيفور وحسام حسام موني واحد متميز جدا كنا بكلم ده محمد شريف بانه لعيب بيعرف يقطع في المساحات بيعرف ينهي بشكل جيد هو يده جود فانيشر يعني هو راجل راجل بيوني على المرمى بشكل ممتاز حسام اشرف بالنسبالي صفقة مهمة جدا جدا للزمالك الموسمي اللي جاي او لو حاول الزمالك يرجعه في الشتة من نادي البلدية او اذا كان صعب لكن حسام اشرف عليه كلام كتير جدا ونادي الزمالك هستفيد بكتير سواء انه هيرجعه لو مقدرش انه يعمل صفقات كتير في الخط الامامي او انه هنتقل انه عنده عروض كتير بس على الخمس ستة مبارات اللعبهم دول كمان مع عودته المنتخب الولمبي اعتقد انه هو هيقنع جدا ميكالي وغالبا ممكن يسافر معالي باريس اخر اللعب فضيلي ديونس اخر اللعب حلو اللعب بصراحة يستهل ديونس ما بلوله السوبرستار بالنسبة لي بتاع الدوري الموشم اللي فات الموشم اللي قابله والموشم الحالي مهاجم لما تيجي تقول مهاجم وتيجي يعني ايه مهاجم يعني مهاجم بيعرف يشتغل برجل اليمين وبرجل الشمال واحد وثلاثين سنة قيمة تصخير بعمل مليون جنيه وان كان عنده عروض حالية وانا بكلمك دلوقتي تتجاوز السبعين مليون جنيه بمتكلم بالجنيه مش بالدولار يعني راجل سبعة ثمانية من عشر متوسط لتقييمات بوس ادي جون برجل الشمال راجل اللي بيفكر بقى مرتين ده بقى اللعيب اللي ما بيفكرش مرتين فعلا ده ما بيفكرش هو ده جون هو متاء هو ربنا خلقه عشان يبقى مهاجم راجل بيعرف يشتغل في المساحات الدقيقة راجل بيعرف يشتغل بدماغه راجل برجل الشمال برجل اليمين بيعرف يوسع اللي زميل وبيعرف يصنع لعيب ممتاز مهاجم زي ما قال الكتاب بالنسبالي ما بقول له مش بس خلي بالك اوقات في مهاجمين كان مهاجم بيتفوق لمدة موسم والتر بواليا مثلا مع الجونة جون بوكا تواهج قوي مع امبي ودلوقتي مش ظاهر بنفس الشكل لكن الراجل ده بكمل مع الاتعاد الاتحاد ماشي بشكل كويس هو كويس الاتحاد ماشي بشكل وحش انا عايز جونة معلش جونة في عجل صحياني جونة 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 اه احلى جونة احلى جونة بالنسبالي في الدورة السنائية دي هو بيسجل هو بيسجل بكل طرق الممكن اصعب دماغه او 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 برجل اليمين او برجل الشمال فانا بالنسبالي كريستوفر مبلولو هو سوبر ستار لانه ثلاث سنين على التوالي بيمشي بنفس المعدلات انا لازم اختن بس بصورة هقول تشكيلة محمد اهو الجول اهو اهو نفرج عليه وانا بقول تشكيلة محمد جمال للافضل اه حتى هذه اللحظة في الدورة بعيدة عن اهل والزمالك وبرامنز عبدالعز بالعوطي عمر كمال عبدالواحد احمد حسام احمد حسام الجونة احمد كلوشا امبي محمد شوكل سيراميكا احمد كندوس سيراميكا بفور حكيم بلدات المحلة بيتر متموسي زد واهو هاي تشكيلة محمد خليفة محمد شعبان طلاع الجيش احمد بحمود الجونة احمد رمضان بيكم سيراميكا احمد حمد امبي محمد حمدي امبي خط الوسط محمد عدد سيراميكا عبدالله ماجدي زاد احمد كندوس سيراميكا خط الهجوم يسري وحيد طلاع الجيش صديق وجوله وجوله سيراميكا وحسام اشرف بلدات المحلة